أعرب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الصحفي علي الجراد عن استغرابه من بقاء الاتصالات تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وقال الجراد في تغريدة على تويتر متى تتجاسر حكومة الشرعية اليمنية وتعمل على تحرير شبكة الاتصالات من سيطرة ميليشيا الإرهاب الحوثية وأوضح الجراد بأن هذه الخطوة الضرورية في معركة المصير تستحق أن نسمع إجابة مقنعة عن السبب في تعطيل مثل هذه الإجراءات أو مثل هذا الإجراء الذي يرفض خزينة الميليشيا الحوثية بـ 95 مليار ريال أضاف الجراد الأخطر من ذلك أن من يستخدمها في مناطق شرعية يظل تحت رقابة ومجهر التجسس الحوثي اشتركوا في القناة